مباراة الأهلي وفلامينكو في تهديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية والأهلي خسر لقبه وخسر المدينة البرونزية وده كان آخر لقب حققه في النسخة الماضية عندما حقق برونزية العالم للأندية للموسم الثاني على التولي الكل دخل المباراة دي المصريين كلهم والأهلوية بيمنوا النفس أن الأهلي يخرج محافظا على لقبه كثالث للعالم في كأس العالم للأندية ويحقق المدينة البرونزية للعام الثالث على التولي ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن صراحة من وجهة نظري وأنا على قد في الأمور الفنية الأهلي خسر مباراة ريان مدريد ومباراة فيلمينجو لأنه كان نعصو الاهتمام بالتفاصيل والتفاصيل في كرة القدم هي اللي بتوديك للإنجازات وهي اللي بتوديك لمنصة التتويق والتفاصيل تحتاج إلى كواليتي معين من اللاعبين وتحتاج إلى نوعيات معينة من اللاعبين ولذلك عايز أتكلم في حاجة الأهلوية اللي زعلنين من خسارة الأهلي من فيلمينجو بأربعة وإن كان يمكن للأهلي أن يفوز بالمديلية البرونزية لثالث مرة على التوالي بسهولة ضياع ركلة الجزاء بتاعت معلول جزء من التفاصيل في وقت مهم رغم وزنه وقيمة علي معلول ضياع الانفراد بتاع محمد شريف كان نقطة تحول وجزء من التفاصيل زي وزي الكورة بتاعت أفشة بالضبط عشان كده أنا شبهت خسارة الأهلي من فيلمينجو بنفس الوضع خسارة الأهلي من ريال مدريد كورة أفشة في مباراية الأهلي وريال مدريد كانت نقطة فاصلة في المباراة ودي التفاصيل الصغيرة اللي بتحسم اللقاءات الكبيرة كورة محمد شريف كانت حجر زاوية مهم ونقطة فاصلة وتفصيلة مهمة جداً في مباراة الأهلي وفيلمينجو الوضع ما بعد كورة أفشة في ريال مدريد غير والوضع ما بعد كورة محمد شريف في مباراة فيلمينجو غير وده الكوالية اللي عندك وما عندكش أحسن من كده شير كده لما جيت كتبت بعد المباراة إياكم أن تهاجموا كورة ومارسل كولر عمل حاجات حلوة جداً إذا فكرنا بهدوء بعيداً على الانفعال لأن لما أجي أحاسب مدرب كبير بوزن مارسل كولر لازم الأول أتكلم وفرت له إيه عشان أقدر أحاسبه في معترك عالمي الكوالية اللي موجود مع مستر كولر هو الكوالية اللي ينافس على الدور المصري الكوالية اللي ينافس على بطولة أفريق يفظل لعدم موجود لعبين دوليين للأندية الإفريقية الكوالية اللي بيخليك نمر واحد في الحتة لي النقلة اللي انت عايزها كجمهور وكإدارة من المحلية والإفريقية والعربية إلى العالمية تحتاج إلى كوالية مختلف تماماً عشان كده الأمور تحتاج إلى هدوء وتحتاج إلى تفكير بالمنطق والعقل حتى لا نكرر مأساة الأهلوية مع موسيماني لأن في الوقت اللي قلنا نحتاج إلى الحديث في جزء من التفاصيل مع موسيماني ونتحدث بالعقل في أليات استمرار تقربة موسيماني روحنا نهيل التراب على إنجازات نادراً ما يحققها مدرب في 10 أو 12 شهر نفس الوضع قلر في وقت قياسي استطاع أن يحقق شيء محترم مع الأهلي استطاع أنه يعيد هيبة النادي الأهلي استطاع أنه يكون فريق ويحفظ تفاصيله كويس جداً مدرب عالمي مدرب يستحق الدعم مدرب يستحق الإحترام وهنا لازم نتكلم عن دور الإدارة وقبل ما نتكلم عن دور الإدارة نقول للكمهور الأهلي لما فاز على بطل أمريكا الشمالية كلكم قلعتوا تهللوا وتقولوا ده أحسن فريق في الدنيا فكرة القدم دلوقت أصبحت صناعة ومال قبل ما تكون فكر وإدارة وأصبحت معك كام عشان تحقق إيه إنجازات وتجيب رعايات وتحقق ملايين الدولارات قبل الجنيهات فالناس دي اللي انتوا قلعتوا بيها السماء ما ينفعش أبداً النهاردة تهيل التراب عليها وتقول عندنا خمس ست لعيبة ما تستحقش تلبس تشيرت النادي الأهلي وعندنا كذا ونعيد نفس الصيغة الغير محترمة والغير مبررة مع كل إخفاق وكأنك تريد أن تنتصر دائماً لكن هل فكرت اللعيبة دي ليه عملت كده؟ لأن ده آخرها بص اللعيبة دي محترمة جداً وأهلوية جداً ومخلصة جداً ونفسها كانت تعمل حاجة ولكن دي قدرات وليس في الإمكان أبدع مما كان عشان كده لما انفردت معاك من حوالي ست شهور قلت لك انفراد تقرير كلر اللي رفعوا للكابتر محمود الخطيب بعد أول شهر عمل الراجل قال الأهلي يمتلك لاعبين على درجة عالية من الكفاءة ولكن ليس الكواليتي المقلوب للوصول للعالمية ولذلك الراجل قلب في مراكز معينة لعيبة بكواليتي عالي واللعيبة اللي قلبهم بالكواليتي العالي ذكرهم بالاسم لدرجة النقال عمر السلية لعب كبير جداً ولكن نحتاج الأفضل أفشى لعب كبير جداً ولكن نحتاج الأفضل محمد شريف نحتاج إلى مهاجم أفضل لم يقلل من اللعيبة اللي معاه ولكن نتكلم بفكر المنافسة عالمياً وكاس العلم للأندية لما يروحه يقدر يوصل لفين وقدرت الأهلي والكابتل محمود الخطيب وعدوه إنهم عا يستطبوا لي ما استطاعوا من احتياجاته للأسف الشديد الكابتل محمود الخطيب لم يلبي أي احتياجات لكلر ولم يأتي بأي طلب من طلبات كلر وخليني أنفرد معك كان هناك حديث مع السيد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي مع بعض الأصدقاء في المغرب فبيقول له يعني كان الأهلي محتاج مهاجم ومستر كلر ألحة كثيراً في أن يكون هناك مهاجم سوبرستار قال له اللعيبة اللي عندنا هي اللي على قد إيدينا ما عندناش فلوس نجيب الطلبات اللي محتاجها كلر نوعية اللعيبة اللي عايزها كلر هي نوعية اللعيبة اللي موجودة في الهلال السعودي تحتاج إلى ملايين الدولارات ونحن لا نمتلك هذه الملايين الكلام ده وإن كان في دردشة خاصة كان لابد أن يخرج للإعلام لأن الجمهور الأهلاوي والشعب الأهلاوي لم أراه في حياتي يلح مثل ما كان يلح على مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية ولم يكن يريد حتى القندوسي ولا غير القندوسي لأن الناس كانت عرفة كلر احتياجاته إيه والفرقة احتياجاتها إيه وده اللي تكلم عنه ماركة الأزبانية وخبراء العالم لما قالوا كان ينقص الأهلي أمام ريال مدريد النهايات والتفاصيل الأخيرة وده أن النهاردة الناس تكلمت عنه بعد مباراة فيلمينكو من غير ما تشتم محمد شريف ولا تتجاوز في حق أفشة ولا تتهم فلان بالتعصير مفيش أحسن من كده عند هذه النوعية وده النوعية السوبر ستار اللي عندنا النوعية اللي انت بتدور عليها قبل ما تقول شريف أكتع وأفشة ما ينفعش والكلام ده ده اللي انت هللتله بعد هدفين الزمانك وقلت شريف المخيف عاد مرئب من جديد وأفشة بعد هدف هدفه في بطل أمريكا الشمالية أفشة رجع والقضية ممكن فأوعى تشجع فرئتك بزمتين لأنك انت لا يمكن أنك انت تهيل التراب وتقعد تمدح مع كل فول ده مش تشجيع ده هدم وتدمير ولكن لابد أن يكون هناك تفكير بالأقل والمنطق إحنا كمصريين عايزين إيه من الأهلي عايزين نحقق حلم العالمية لأن الأهلي الوحيد اللي يقدر يعمل لنا ده في مصر فعشان كده كل المصريين المحترمين المتجردين من التعصب والعصبية والمحترمين عايزين الأهلي يوصل إلى القمة ويكون في نفس المكانة اللي كان عليها الهلال السؤولي في نهاية كأس العالم للأندية أنا هنا لا أخاطب السوقة ولا أخاطب المتخلفين ولا أخاطب الشامتين والشتمين ولكن أنا أخاطب كل إنسان بيعرف إيمت يرفع اسم علم بلده من خلال ندي أو من خلال منتخبه عندنا قصور كبير في كرة القدم ما يوصلناش أبدا للعالمية عندنا دوري باهد وهزيل ما يوصلناش للعالمية ما عندناش فكر ولا منتخبات عشان نهلم بالعالمية ولكن سبنا ده كله وروحنا للأهلي لأنه متوفر عنده الفكر والإدارة والمال ولكن في ظل السوق العالمي أموال وملايين الأهلي ما تأكلش إيش فلازم نبع أقلنيين ولازم نتكلم بالعقل والمنطق يعني الأهلي ما يقدرش يدخل في صفقة في مهاجم سوبر بستة سبعة تمانية تسعة عشرة مليون دولار ولا خمسة ستة مليون يورو ما يقدرش فما تأكلش تحلم على الفاضي خليك عقلاني الأهلي زي زي أي نادي كبير لا يحتاج إلى هجوم وتدمير مع كل إخفاق ولا يحتاج للتطبيل وأونطة مع كل نجاح الأهلي منظومة نجحة وإدارة نجحة مهما كان فيها من سلبيات ولكن في زي اليومين دولار السنة اللي فاتت قلتلكم نفس الكلام والأهلي واقع ومردودوا في البطولات صفر وقلتلكم الكواليتي دا اللي عيرجع ويجيب بطولات واللعقبة دي اللي عتحقق لك الحلم وتفرحك من جديد هي هي نفس اللعقبة مع إضافة تلات أربع عناصر حققت لك سوبر مع كلر وحققت لك فرحة وإنجازات كبيرة وحققت لك أداء رائع في كأس العالم للأندية فأنت معاك أفضل كواليتي في ضوء منافساتك وعلى قد فلوسك لكن عشان خاطر عايز أكتر من كده قبل ما تمسك الموبايل بتاعك وتعمل فيها هيرو ولا تعمل فيها خبير عالمي وقبل ما تروح تشتم الخطيب وتشتم الإدارة وقبل ما تقول وتزيد وتعيد اعرف أنت معك إيه طبعا هذا لا يمنع أنني ألوم الكابتن محمود الخطيب جدا وألوم مجلس الإدارة جدا لأنه غير واضح لما خالد مرتجي في الغرف المغلقة يقول ما معاناك فلوس تتناسب مع استفقات اللي طالبها كلر يبما تعشمش الناس بحاجات صوبر عشان تعمل نفسك بطل على السوشيال ميديا ولكن اتكلم معاهم أنه احنا بنعمل في عدود إمكارياتنا أقصى شيء ممكن للنادي الأهلي وهنا يأتي فين دور رجال الأعمال اللي موجودين في الأهلي يعني فين دور صدير محمد جبل الجرحي في السفقات فين دور الناس دي سواء أعلن أو لم يعلن احنا هنا بنتكلم على آلية التحول للعالمية وأنك انت تشوف فريق بالملايين زي الهلال في نهاية كأس العالم للأندية هنا القصور الإداري ولكن أنك انت تقعد تقبل مع كل فوز وتقعد تهدم مع كل هزيمة ده ما ينفعش ده ما ينفعش والحمد لله نفس الموقف كنت عليه السنة اللي فاتت لما رفضت سب اللعيبة وقلت التعصير إن احنا محتاجين فلوس وموارد عشان نجيب لعيبة سوبر ما معناش فلوس احنا كأندية مصرية ما معناش فلوس دي الحقيقة احنا دوري فقير وأندية أغنى حد فيها الأهلي وعلى حد فلوسه الناس اللي بتقول لها قطاع الناشئين ولا يوصلك لغاية كبري التحرير كوالت العالمية مختلف وطلبات للمنافسة مختلفة وعشان كده وإحنا بنتكلم بالأقل وبنحلل ما حدث للأهلي في كاس العالم للأندية القماشة اللي معاك لما انت شديتها أكتر من اللازم اتخرقت منك وتقبعت قعدت تقول عن فوز على ريال مدريد وعدت تقول عن وصل النهائي كاس العالم للأندية وعدت تقول الحلم كبير وعدت تهلل وانت مش عارف إمكانياتك كنت تستحق ولكن عشان ما عندكش كوالت اللاعبين اللي عندهم التفاصيل بتاعت مثل هكذا مناسبات كبيرة هزمت نفسك بنفسك يعني هدف محمود متولي لا يمكن أن خطأوا في اللي سبب في الهدف الأول في ريال مدريد لا يمكن أنك تراه في دورة رمضانية كرة أفشة لا يمكن تضيع في مباراة زي كده دي التفاصيل الزغيرة اللي أضاعت الحلم أمام ريال مدريد إنك تفوز اتنين واحد وتضيع انفراد أمام فلامينجو زي بتاع محمد شريف هي دي التفاصيل شبكة قدامك مفتوحة وانت راجل مخيف ومكسر الدنيا وزي الفل بتلعبها بأسوأ ما يكون ازاي ردت عليك بإيه؟ بأنك انت قسرت اربعتين فلامينجو لا يستحق الفوز وريال مدريد لا يستحق الرقم اللي فاز به ولكن لأنك تحتاج إلى تركيز والتركيز هو قوالة اللاعب نفسه في المناسبات العالمية وتحتاج إلى نوعية لاعبين غير تتناسب مع الكاس العالم للأندية وده غير الدور المصري تماما وغير أفريقيا تماما خسرت بالتفاصيل الصغيرة فإذا لما تلاقي حد بيشتم كولر قل له لم نفسك عيب لأن كولر لم يجد طلباته لأن النادي مفهوش فلوس تجيب طلبات كولر كولر عايز كواليتي لقيبة توديك للحلم والعالمية ومنصة التتويج وتخليك في نهاي كاس عالم للأندية وانت ما معاكش فلوس انت آخرك تدخل في صفقة مليون ونص لمليون وثمنمائة ألف دولار ولو وصلت لتنين مليون دولار تدخل التاريخ كولر مدرب عالمي ومدرب جيد جدا كان يمكن أن نعوض التفاصيل وفارق الإمكانيات بالروح والعزيمة ولكن هي مش عافية مش عافية شوف أنت تمنك كام والهلال السعودي تمنه كام شوف كولر بياخد كام ورامون دياس بياخد كام شوف الهلال في ظل غيابات تمن لحيبة عمل إيه وانت عملت إيه كولر أفضل صفقة عملها الأهلي ولكن يحتاج إلى أن يكمل أدواته لكي ينجح وفي الانتكاسات دائما نحتاج إلى تحكيم العقل والحديث بالمنطق وتحليل الأمور في ضوء الإمكانيات المتاحة مش محتاجة عافية ولا صفعات فيسبوك ولا منظرة لا لا تدار الأمور أبدا هكذا ولا أهاوي وشيشة ولا أن يعمل إيه مش عارف إيه ولا دايش مدفمين ولا دايش تمين لا 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 خالص خالص على إدارة النادي الأهلي أن تفكر في تعظيم مواردها وإنها ترفع سأف التعاقدات وده طبعا برضي بقوله عافية ولا بقوله عشان أنتقد حد لا تفكر في تعظيم الموارد وتعلي سأف التعاقدات حتى توصل لكواليتي يتناسب مع قيمة الأهلي عالميا الأهلي دلوقتي رابع عالم وكان تلت عالم وبينفس عالميا وليس محليا وإفريقيا لازم نوعية اللاعبين تتناسب مع هذه القيمة التي وصل إليها الأهلي ومن هلش التراب إن بارح بنؤون مجلس إدارة عظيم وماذا بينك وبين ربك يا خطيب حتى تحقق كل هذه الإنجازات والنهاردة نروح نقول لا كذا وكذا لا في قصور في قصور نعترف بيه بأدب ولكن دون تجريح الحلم كبير ويهتاج إلى جهد وعمل سنين ولم يهتاج مطبلتية والعافية دور كلمتين كان لابد أن نقولهم لوجه الله ندفعا عن حد ولا تطبيل لحد وإنما بفوأكم لأن الإعلام الرياضي عندنا بيشوف الفيسبوك عامل إيه ويمشي وراه على كان يطلع هو البطل وده اللي دمرنا ما فيش حد بيقض يوعي الناس أو حد خائعي عنده المقدرة أن يمشي عكس التيار النهاردة عايزين نشتم كلر يلا نشتم كلر النهاردة نشتم الأغلي والخطيب يلا نشتم الأغلي والخطيب النهاردة نمدح الأغلي والخطيب نمدح الأغلي والخطيب كله للأسف الشديد مش عارف إمتى الكلمة ولا معناها وفي الأزمات والانكسارات يأتي دور الوعي الإعلامي والتوعية عشان الناس تعرف هي رايحة فين عشان نوصل لللي وصل له الهلال قدامنا مشوار ونحتاج الى ملايين الدولارات احنا فؤرة احنا على بابا الله ما تخليش حد يضحك عليك مليارات الاهلي التلاتة ولا الاثنين ومص ولا الاثنين مليار رعايات لو فكتهم بالدولار ما يجبوش الاثنين لعيبة ما يجبوش اثنين لعيبة ما يعملوك نص فرقة الدولار النهاردة في البنوك بتلاتين جنيه يعني حضرتك احسب كل مدخيل الاغلي بالدولار والاهلي مقالب ان يصرف على اربعين لعبة ولكن يحزني ان هتا قناة الاهلي ما بتاخدش هذا الدور التوعوي بننفخ على الفاضي عرفوا الناس امكانياتنا ايه لان دي امكانيات دولة وليست امكانياتنا دي الرعايات عادي لك من اين من الدولة ومن بره الدولة تقدر تخش في صفقة مع الهلال هتنسحب من اول نفس تقدر تدخل في صفقة مع الان الاماراتي هتنسحب من اول قاعدة تقدر تفكر وتكلم شركات برتغالية او اوروبية عا كانت تستقدم لاعبين بوزن اللي انت شايفه في الهلال مش عقول لك بوزن يا كريستيانو مع فرق السن الموضوع موضوع اكبر مما تتخيل لدرجة انك انت البرازيل احد افقر دول العالم تاني اقتصاد عندها البيع والشرة في لعبة كرة القدم لما وصلت اليه من ملايين الدولارات دلوقتي اللعبة بتسمي الكواليت اللي مطلوب للأهلي اقل تبدأ ارقام من خمسة مليون دولار وانت طالع ده الكواليت اللي عايزه كولر انت معاك الرقم ده انت الغاية دلوقتي اعلى سقف عندك علي معلول وعمل لك ارهاق في الميزانية عشان كده بقول فين دور رجال الاعمال فين دور محمد جمال الجرحي فين دور محمد الضمائي فين دور الكتائب المالية اللي كانت دايما تقعد تفكر للأهلي افكار برا السندوق الاهلي لما حاب يعمل حاجة مع منه الجزية ياسين منصور جاب اللعيبة على حساب شركاته ودخل مع الكابتن صالح سليم في فكرة كانت الاولى من نوع في العالم العربي اللعيبة دخلوا الاهلي حضانة ولما الاهلي باعهم ياسين منصور وشركاته كسب والاهلي كسب ما لا نمتلك الا افكار برا السندوق لكن احنا فؤراء لازم تعترفوا يا اهلوية ان المليارات اللي بتسمع دي ما تودكش غير في اللي انت في ده لان لما بتتفكر الدولار ملاحش قيمة مليار جنيه مصري بكام حد يحسب لي كده مليار جنيه مصري لان الكلام اللي انا بقوله ده مهم جدا وخطير جدا عكا تعرفوا احنا فين وتعرفوا مصري فين وتعرفوا الكرة المصرية فين وتعرفوا ان احنا مش عانوصل ليه المليار جنيه مصري بكام يا فندم بالدولار حد يحسب لنا كده من اللي معنا مليار جنيه مصري بكام في 30 ما لنجدعوه بالسوء السودة مش عقول لك 32 ولا 33 المليار بكام يا فندم احسبوا كده معايا احسبوا كده معايا لانه هو دلومي على الادارة انها لم تكن صادقة صد محمد كمال بيقول لك المليار جنيه ب32 مليون دولار عارف ال32 مليون دولار 32 مليون دولار ولا 30 مليون دولار 30 مليون دولار 40 مليون دولار 50 مليون دولار بيصرفهم بيراميز في الدورة المصري لان بيراميز اهدى شركات شركة او نادي من ضمن شركات المان سيتي في العالم المان سيتي في كل مكان في العالم بانديتو عنده مشكلة من الصرف الرهيب ومتهم بغسيل الاموال في كل مكان متهم ومتهم بغسيل الاموال ولسه دلوقتي جوارديون بيقول اسق اننا سنمر من ازمتنا وسنصل الى اللعب المال النصيف وبيقول انا اهود ما اكون الان الى الاستمرار مع المان سيتي 300 مليون دولار 300 مليون دولار للمليار 300 مليون دولار المليار ده على 4 سنين وعتفكر ان الخطيب هياخد المليار كاش على 4 سنين 300 مليون على 4 سنين يعني 75 مليون دولار في السنة 75 مليون دولار في السنة اقل فرقة بتصرفهم في الدولة السعودي هي عم نقول 50 مليون اقل فرقة بتصرفهم في الدولة السعودي وعشر كده بيأقوى دوري في المنطقة اللي استقدمت في وصلة لتمن لعيبة اجانب محترفين انا بنيت في الحساب احسبوها زي ما تحسبوها ولكن في النهاية او نحسبها سوا يا جماعة مش عارفين تحسبوا المليار واحد يقول لي 300 واحد يقول 30 تنتم اللي اعتمد عليكم بيع عياله محدش عارف يحسب المليار جنيب كام لا اله الا الله يعني يعني معقول اربعين واحد معايا محاسب او 30 في 30 30 في 30 كام 330 مليون على اربع سنين ما احنا قلنا خلينا نقول 300 مليون على اربع سنين يعني 75 مليون في السنة قل لي عيعمل بهم يا معايا 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 شو كلنا فقر عشان كده تلخبطنا من الرقم 33 ما ترجحش ورايا ماشي حاضر يا كابتن خلاص ايا كان انا بس عايز اوصل لك الفكرة احنا مش محاسبين يعني حقوكم علينا لو غلطنين حقوكم علينا قلص نتعد الرقم نتخط الرقم بس انا بس حبي توريك انا اسف انا مش بعريك انا بوريك لاني للأسف هنا انا بعري قدامك الحقيقة لاني مش مطبلاتي ولم سفر على حساب حد عشان اقول للاخفاق اهلا ولا اطبل لحد عا كان ياخد لي معا سفرية جديدة دي حقيقتنا عشان كده الناس اللي قاعدت تقول لي بتطبل للأهلي كنت عارف وانا كل كلمة بقول فيها الاهلي عظيم وشرفنا انا عندي الادوات اللي اقدر احكم بيها على ده الفوارق المالية مش القرر اللي عدت بستوديوهات دوروا على الدولار من اليوتيوب والفيسبوك واللايكات والشير الحرام في عد فيهم قالك تعالى اعرف قيمة نفسك انت كمصر في القرى فين صفر على الشمال انت كمصر لما جبت مدربين جبت ارخص مدربين اجانب لما جبت خبير تحكيمي جبت اسوأ خبير تحكيمي مش عشان انت واقش على قد فلوسك حتى وانت بتدور على خبير اجنبي جديد روحت للبرتغال خبير تحكيمي لان الارخص اللي الانع فالاول قبل ما تقول اجيب مين قول معايا كام محمد فتحي بيقول على مسئولية المليار 33 مليون دولار في ثلاث سنين يا صاحبي في ثلاث سنين يعني 15 ونص في السنة 15 مليون دولار في السنة زي ما قلت لك يجيبوا صفقتين زي ما قلت لك يجيبوا صفقتين تحولوا من الفكر العقيم الى انكم ترفعوا من شأن البلد دي احنا بلد فقيرة احنا بلد فقيرة احنا بلد 90% من موظفينها بيفلسوا يوم الابض ما عندناش الرفاهية اللي انت عايزها عشان كده الاغلي بيعمل معجزة ما عندناش كوالة الانجازات اللي انت بتحلم بيه عشان كده الاغلي بيصنع المستحيل فاوعد تاني مرة تهاجم كلر غير لما تعرف الادوات ايه الدول تقاس بقوتها الاقتصادية وقوتها الاخلاقية في قرة القدم حاليا واحنا ما عندناش اللي اتنين فاعرف حجمك وحد ربك اعرف حجمك وحد ربك عايز مين بكام معاك ايه لكن اخرك رغفان ثلاثة وحد تجبني قديمة عايز تروح تناطح اللي بيأكل كفيار وبيأكل سولومون فيليه ده مش عيب الفقر مش عيب وربنا يغنينا جميعا ولكن اعرف حقيقة نفسك وده اهم درس مستفاد من كاس العلم للاندية اعرف حجمك عشان تعرف الاهل عمل اعجاز وقهر المستحيل لان لدى حجمك ولا دى امكانياتك الاهل قلع من هدومه وتعملك وفي نفس الوقت قسر المستحيل وحقق انجاز وربع عالم وعشان وعشان اتكلم عن امل ما عندناش امل غير في الاهل هو اللي يقدر يعظم موارده هو اللي يقدر يجيب فلوس هو اللي يقدر يستثمر هو اللي يقدر يفكر برا السندوق عشان كده طول الوقت هندعم وندفع الاهل للامام الدروس المستفادة عارف تهيئة نفسك عارف تهيئة نفسك وانا اسف ان انا فكرتك بيها علشان لقى الناس على الفيس محبطة محبطة مين تال اهل رابع العالم ودي امكانيات تخلي حتى رابع العالم ودي اجواء تخلي حتى رابع العالم